ترجمة نانسي قنقر احتفالا بالمدارس الفائزة في النسخة الثالثة من مسابقة خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم بتكريم تلك المدارس مشيدا بالرعاية التي يليها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للأعمال والمبادرات الطلابية المتميزة وذلك من خلال إطلاق مسابقة سموه للابتكار في الذكاء الاصطناعي مما ينعكس إيجابا على تحفيز المؤسسات التعليمية على بذل المزيد من العطاء وتقديم الإبداعات في هذا المجال هذا وقد فاز فريق مدرسة الفاتح الثانوية للبنين بالمركز الأول على مستوى المدارس والجامعات المشاركة عن مشروع التصرف في حاويات النفايات باستعمال تقنيات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي وبجائزة أفضل تكنولوجيا عن مشروع برنامج مراقبة حضور وانصراف الموظفين باستعمال تقنية التعرف على الوجه شكرا لسمو الشيخ خالد وشكرا لدعم للوزارة وانا فخر بالجائزة اللي خذيتها والإنجاز اللي سويتها حقيقة نشكر سمو الشيخ خالد بن حمد على رعايته لهذه المسابقات التي تنمي مهارات الطلبة التكنولوجية والتقنية كمان نود أن نتقدم بالشكر الجزيل لوزارة التربية والتعليم لما تبدله من جهود في رعايته للطلبة ونحن سعداء وفخرون بإنجاز الطلبة كما فاز فريق مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات بجائزة أفضل مشروع في القطاع الخاص عن مشروع فارماسي فوردي أولا أشكر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على رعايته لهذه المسابقات ندل هذا على شيء فهو يدل على اهتمامه بالعلم والبحث العلمي وأشكر وزارة التربية والتعليم مشروعنا الفائز هو عبارة عن تطبيق يساعد المرضى في الحصول على الأدوية الذين هم بحاجة إليها وحصل فريق مدرسة سارة ثانوية للبنات على جائزة فيسبليتي أورج عن مشروع تطبيق عالم سحوب الصراحة شعر بنا شعر ما أقدر أني أوصفها هذه التجربة كانت تجربة واجد مميزة بالنسبة لي التجربة كانت تجربة واجد مثمرة حسيت أنها أفادتني وطورت من شخصيتي في البداية أشكر سمو الشيخ خالد بن حمد لعاية هذه المسابقة أعطاننا فرصة عشان طلع بداعنا ونشكر طبعا وزارة التربية والتعليم أيضا طبعا أحنا فخورين أننا حققنا هذا الإنجاز ولولا رعاية وزارة التربية والتعليم وتقديم الدعم لما تحقق هذه الإنجازات كلها وإتاحة هذه الفرصة أيضا للمشاركة وتوجه الوزير بالتهنئة للفائزين في المسابقة شاكرا ومقدرا الجهود التي بذلوها لإنتاج هذه المشاريع المتميزة ومؤكدا حرص الوزارة على تقديم الدعم للموهوبين وتطوير قدراتهم في كافة المراحل الدراسية